بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناء طلاب الصف الأول الامتدائي مدارس معالم التربية معكم معلم العلوم الأستاذ فكيه العجم إن شاء الله في هذا الدرس يا أبطال نحل أسئلة أوراق العمل للصف الأول السؤال الأول نقرأ الأسئلة مع بعض السؤال الأول سهل إن شاء الله سين واحد أيهما أسرع أيهما أسرع في الحركة واحد السيارة اثنين الطائرة ثلاثة الإنسان سهلة من الأسرع؟ السيارة للطائرة ولا الإنسان؟ ممتاز الطائرة الطائرة أسرع في الحركة طيب السؤال الثاني ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ نقرأ السؤال بتأني ونفهم السؤال ما نجاوب بالحظ على طول صح أو خطأ لا لا بد أن نقرأ السؤال جيدا ثم نفهمه السؤال يقول رقم واحد قوة الدفع تحرك الشيء بعيدا عنه عرفين القوة نعين قوة الدفع تدفع الشيء بعيدا عنه وقوة السحب تسحب الشيء إليه إذن قوة الدفع تحرك الشيء بعيدا عنه صح أو خطأ؟ ممتاز صح لأن قوة الدفع تدفع الشيء بعيدا عنه السؤال الثاني الحركة هي تغير موقع الشيء الحركة هي تغير موقع الشيء صح أو خطأ؟ ممتاز صح لو شيء تحرك من مكانه بيتغير تغير بيتحرك لو شيء تغير من مكانه إذن هو تحرك إذن الحركة هي تغير موقع الشيء صح طيب الجاذبية هي قوة جذب الأرض للأجسام صح أو خطأ؟ لو في شيء كنا نشرح نقول لو في مثلا تفاحة ولا في كرة دفعت القرة الأعلى إيش اللي بيصير؟ شيء يجذبها إلى الأرض الجاذبية هي قوة جذب الأرض للأجسام صح أو خطأ؟ ممتاز صح إجابة صحيحة رابع نقطة الموقع هو مكان وجود الشيء الموقع هو مكان وجود الشيء يعني موقعك المكان اللي أنت موجود فيه أما أحد سألك أنت وين موجود؟ أقول له الموقع بتاعي موجود في المكان الفلان هو مكان وجود الشيء صح أو خطأ؟ ممتاز إجابة صحيحة صح إذن الموقع هو مكان وجود الشيء طيب سؤال سهل الساروخ أسرع من الطائرة الساروخ الأسرع ولا الطائرة؟ الساروخ أسرع من الطائرة ممتاز إجابة صحيحة إذن هذه هي الورقة الأولى الورقة الثانية عن الطاقة السؤال الأول أكمل الجمل الآتية من بين الأقواص أول شيء يا أبطال طريقة حل هذه الأسئلة أقرأ الاختيارات كاملة أنا أختار منه أول شيء بين القصين الاهتزاز أقعد أفكر إيش هو الاهتزاز ثم الطاقة إيش الطاقة؟ قعد أفكر الاحتكاك إذن قرأت اللي أنا أختار منه الاهتزاز الطاقة الاحتكاك ثم أقرأ الأسئلة لو في سؤال من أعرفه يا أبطال أتركه للآخر لأننا اللي اختاره أحوط عليه بدايرة أو أحط عليه على متصاح أو خط كده اخترته ما أختاره مرة أخرى إذن بعد السؤال الأول والتاني يبقى نقطة هي الحل للسؤال الثالث إذن لو أنا في نقطة ما أعرفها أتركها للآخر طيب السؤال الأول نقط هو حركة سريعة إلى الأمام أو الخلف الأمام والخلف حركة سريعة للأمام والخلف إيش الاهتزاز الطاقة الاحتكاك يعني حركة للأمام والخلف في حركة تروح وتيجي تهتز يعني راحة جاية راحة جاية تروح وتيجي تروح وتيجي الأمام والخلف يكون إيش الاهتزاز ولا الطاقة ولا الاحتكاك ممتاز الاهتزاز إذن الاهتزاز خلاص أحوط عليها ما اخترها مرة أخرى خلاص خذنا الاهتزاز خلاص ما اختروا أبد الاهتزاز وحركة للأمام والخلف ما اختر الطاقة ولا الاحتكاك لأمام وخلف الاهتزاز إذن أول اختيار والاهتزاز حط خط على الاهتزاز خلاص ما اختاروا مرة أخرى طيب رقم اثنين تغير أو تغير الأشياء وتجعلها تعمل هي ايه اللي تغير الأشياء وتجعلها تعمل تغير الأشياء وتجعلها تعمل ها ممتاز الطاقة الوقود كيف صار تمشي لازم عبّها وقود هذا الوقود ما نسميه طاقة يبقى تغير الأشياء وتجعلها تعمل تمشي هل السيارة تمشي لو ما عبّنها وقود لو ما وضعت وقود بنزين هذا البنزين ما نسميه طاقة هل المتجازل في البيت يشتغل بدون استوانة استوانة الغاز الموجودة للستوانة لا إذن تغير الأشياء وتجعلها تعمل نقول هذه هي الطاقة طيب بقى إيش أصلاً لو ما أنا عارفه عشان كده أقول السؤال اللي أنت ما تعرفه في الاختيارات تتركه للآخر ها اللي بقى إيه خلاص الهتزاز خدتها الطاقة بقى إيه الاحتكاك مصدر من مصادر الطاقة عندما الإيديين تحتك ببعض إيش اللي بيصير ينتج إيش حرارة حكي ديك في بعضها كده الاحتكاك ينتج عنه إيه طاقة أو حرارة إذن رقم ثلاثة إيش اللي يشتغل بالبنزين السيارة تشتغل بالبنزين ولا الإنسان الإنسان يعبي بنزين يشتغل بالبنزين مثلاً ولا الطيور إذن البنزين يزود إيش صح ممتاز يزود السيارة يزود إيش يا شباب السيارة ما يزود لا الإنسان كيف الإنسان يدور يعني خلينا أفكر فكر كده هل الإنسان يحتاج بنزين يشرب بنزين مثلاً ولا يأكل بنزين عشان يدور ولا الطيور لا طبعا السيارة أنا بعبي السيارة بنزين سهلة البنزين يزود السيارة بارك الله فيكم باجي وركتين إن شاء الله في الحصص القادمة إن شاء الله نشرحهم بارك الله فيكم وحفظكم من كل مكروه وسوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته